هذا وخصصت وزارة شؤون الإعلام وبتوجيهات من سعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير شؤون الإعلام كوادرها الفنية والإعلامية الاحترافية لتغطية الفعاليات الوطنية المجيدة ونقل فرحة المواطنين فكان الإعلام شريكا أساسيا في إنجاح هذه الفعاليات وإيصال رسالتها إلى كل العالم البحرين بما لها من محبة وحضوة وجدانية فريدة في نفوس أبنائها والمقيمين على أرضها ازدانت وابتهجت باحتفالاتها الوطنية التي عمت ربوع الوطن الغالي وكان للإعلام في كل فعالية واحتفالية حضور لافت كان سببا من أسباب إبراز الفرحة الوطنية بأبهى حلتها للمشاهدين في تلفزيون البحرين من كل مكان وإدراكا من وزارة شؤون الإعلام بأهمية نقل هذه الفعاليات الوطنية الفريدة وعددها الكبير الذي شمل أرجاء الوطن خصصت الوزارة بتوجيهات من سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام كوادرها الفنية والإعلامية الاحترافية لتغطية الفعاليات ببهجتها ورونقها وزواياها المختلفة والمبتكرة فكان الإعلام شريكا أساسيا في إنجاح هذه الفعاليات وإيصال رسالتها إلى كل العالم عشرات المراسلين والمذيعين توزعوا على مختلف المناطق في المملكة بهدف تغطية أبرز الفعاليات الجماهيرية التي احتفت بالأعياد الوطنية كما أعطى الكادر الإعلامي الميداني الفرصة السانحة لأبناء الوطن الكرام وضيوفه الأعزاء للتعبير عن مشاعرهم الوطنية وتهانيهم الصادقة للقيادة الرشيدة وشعب البحرين الكريم حيث خصص تلفزيون البحرين عددا من البرامج المتميزة والفترات المفتوحة لنقل فرحة الوطن بأسلوب عصري ومبتكر من خلال التنوع الكبير في الفقرات وضيوف الحلقات ومواقع البث التلفزيوني في ربوع المملكة من خلال شبكة المراسلين الكبيرة التي تفردت في البث المباشر للفعاليات ونقل بهجته للمشاهد الكريم بمشاركة نخبة من المذيعين ومذيعات تلفزيون البحرين كما غطت إدارة الأخبار بالوزارة الفعاليات الوطنية باحترافية عالية من خلال شبكة المراسلين الخاصة بها التي برزت في الفعاليات الرسمية للأعياد الوطنية المجيدة ويوم الشهيد حيث أعدت عشرات التقارير الإخبارية المتنوعة وساهمت بشكل فعال في نقل الأعياد الوطنية عبر النشرات الإخبارية كما شملت التغذية منافذ المملكة البرية والجوية وعددا من الاحتفالات الجماهرية على رأسها مهرجان العيد الوطني في حلبة البحرين الدولية والذي اجتمل على العديد من الفعاليات الوطنية والترفيهية التي استخطبت الآلاف من الزوار من مختلف الفئات العمرية حيث توجه لهم طاقم وزارة شؤون الإعلام المرئي والمسموع لمشاركتهم هذه الفرحة الوطنية والتعبير عن حبهم لوطنهم وفرحتهم الغامرة وكان لإذاعة البحرين حضورها اللافت من خلال بث البرامج الإذاعية المسموعة بمشاركة نخبة من مذيعيها وطواقمها الفنية ومراسليها الذين جابوا ربوع البحرين لنقل الأجواء مباشرة على إذاعات البحرين المتنوعة كما خصصت الإذاعة عددا من البرامج والفترات المفتوحة لتبادل التهاني مع المواطنين ومشاركتهم مشاعرهم الصادقة كما أنتجت وزارة شؤون الإعلام العديد من المواد الإعلامية والترفيهية والفواصل المتنوعة والاحترافية بمشاركة نخبة من الكفاءات الوطنية الفريدة والتي وضعت لمساتها الخاصة وساهمت في إبراز الهوية البحرينية الأصيلة في مختلف البرامج والفقرات المرئية والمسموعة وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال استخدام أحدث المعدات والأجهزة الإنتاجية الاحترافية وسيارات النقل المتنوعة هذا الدور البارز الذي لعبته وزارة شؤون الإعلام في تغطية الأعياد الوطنية لا قارضة واستحسان المشاهدين والمواطنين الكرام الذين أكدوا على الدور الفعال الذي لعبته الكوادر الوطنية في إدخال البهجة والسرور على قلوب متابعيها هذا الاهتمام والحرص الكبير على إبراز التغطية الإعلامية بالقدر الوافر يأتي من منطلق ما تؤمن به وزارة شؤون الإعلام وواجباتها الوطنية ومواقفها في نقل الأحداث الهامة للمشاهد الكريم وإبراز الصورة الحضارية للمملكة في كافة المحافل المحلية والدولية يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين 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 ترجمة نانسي قنقر